في غضون ذلك أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لم تتسلم بعد خطة السلام الإيطالية بشأن أوكرانيا وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تنتظر تلقي الوثيقة عبر القنوات الدبلوماسية كانت إيطاليا قد اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل مجموعة تيسير دولية لمحاولة التوصل لوقف لإطلاق النار بخطوة بخطوة في أوكرانيا حضرت روسيا دخول 154 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني إلى أراضيها وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي ردا على العقوبات التي تستهدف أعضاء مجلس الاتحاد الروسي